بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده هنوضح لحضراتكم حل لمشكلة التحديثات المعلقة أو المتوقفة في ويندوز 11 أو في ويندوز 10 أحيانا يكون فيه تحديث مهم للويندوز أو تحديث ميزة أو تحديث تراكومي أو تحديث على سبيل المثال تركية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 وأثناء تنزيل التحديث ده يتوقف أو يعلق ويفضل ثابت عند نسبة مقاوية معينة ممكن تكون 60% أو 70% أو حتى 100% والموضوع ده ممكن يستمر معاك عدة ساعات ممكن تتعدى ساعتين أو ثلاثة حتى بعد عادة التشغيل والعوضة مرة أخرى لتفقد المشكلة واستكشاف التحديثات عشان تنزل التحديث أو تثبته تكتشف أن ما زالت المشكلة القائمة وأن التحديثات بتيجي عند نسبة معينة وتتوقف أو تعلق وما بتتحركش عن النسبة دي لمدة كبيرة تتعدى زي ما قلت لحضراتكم ساعتين أو ثلاثة فإن كانت وجهتك المشكلة دي في ويندوز 10 أو في ويندوز 11 إن شاء الله الحل ده هيكون مناسب بنسبة كبيرة جدا الأمر ده يراجع بشكل كبير جدا لوجود تحديثات معطوبة أو ملفات متراكمة قديمة خاصة بالتحديثات سواء التحديث اللي أنت بتنزله فيه مشكلة أو تحديثات قديمة هي سبب المشكلة فالطريقة بتاعتنا النهاردة هي عمل كيلين قبل كامل ملفات التحديثات المعلقة من خلال عدة خطوات بسيطة هننفذها مع بعض في الفيديو ده أول خطوة هنبدأ بها وهي تعطيل لخدمة التحديثات ثم بعد كده هنعمل عادة تشغيل الجهاز بتاعنا بعد العودة من عادة التشغيل هنمسح ملفات التحديثات المعلقة ثم بعد كده نرجع تاني نشغل خدمة التحديثات وإن شاء الله تتجاوز مشكلة التحديثات المعلقة أو المتوقفة من خلال محرك البحث اللي موجود في شريط المهام عندك سواء كنت بتستخدم ويندوز 10 أو ويندوز 11 ما فيش مشكلة هي هي نفس الخطوات ثم بعد كده بنيبتدي إن احنا نكتب سيرفز تمام زي ما انتم شايفين حضراتكم سيرفز بنضغط عليها تمام زي ما انتم شايفين هنبتدي إن احنا ننزل إلى أسفل القائمة هنبحث هنا عن خدمة ويندوز update زي ما انتم شايفين كده ويندوز update كليكي مين عليها بعد كده نختار الأمر بروبرتس زي ما انتم شايفين إما إنها هتكون عندك منول أو أوتوماتيك فاحنا هنضغط هنا على علامة التبويب دي ونختار الأمر ديسابل يعني تعطيل على أساس إننا هنعمل تعطيل لخدمة التحديثات تمام ثم بعد كده هنضغط apply تطبيق بعد كده ok ثم بعد كده هنقفل السيرفز ونعمل إعادة تشغيل ونرجع تاني مع حضراتكم نتابع باقي الخطوات تمام بعد العودة من عادة التشغيل هنبتدي إن احنا نتجه إلى الكمبيوتر عندنا بعد كده partition c أو partition النظام هنبتدي إن احنا نفتحه ثم بعد كده هنختار ويندوز مجلد ويندوز double click عليه هنفتحه ثم بعد كده هنبتدي نبحث هنا عن مجلد software distribution أو توزيع البرمجيات تمام زي ما انتم شايفين حضراتكم كده software distribution توزيع البرمجيات هنفتحه double click عليه تمام زي ما انتم شايفين حضراتكم كل المجلدات اللي موجودة قدام حضراتكم دي هي خاصة بالتحدثات المعلقة أو تحدثات معطوبة أو تحدثات قديمة ممكن تكون هي ثبت مشكلة تعليق التحدثات فاحنا هنحدد كل المجلدات اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم دي ثم بعد كده هنعمل لها delete أو حزف من على الكمبيوتر من عندنا click here من عليها ثم بعد كده delete تمام زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بعد كده بنبتدي إن احنا نقفل المجلد ده ثم بعد كده بنروح للبحث تاني وبنفتح surface بعد كده بنروح تاني لخدمة وندوز update وبنبتدي إن احنا هنفعلها تاني تمام زي ما انتم شايفين عدلاتكم وندوز update كليك مين عليها بعد كده بروبرتس ثم بعد كده هنخليها من disable الى automatic ثم بعد كده apply بعد كده هنضغط هنا على start ثم بعد كده اوكي بعد كده هنقفل surface ونروح تاني نستكشف التحدثات تمام كده الاعدادات ثم بعد كده وندوز update طبعا الكلام ده نطبق على وندوز اليفن أو وندوز عشرة مفيش فيها اي مشكلة ثم بعد كده هتعمل check for update بالتالي هيعمل اعادة استكشاف للتحدثات ثم طبعا هيبتدي إن هو يستكشف لو فيه تحديث كان معلق بالتالي هيبدأ فيه جلب التحدثات دي مرة اخرى وان شاء الله تتسبت دون اي مشكلات بس كده حضركم هو ده كان موضوع الفيديو نتمنى إننا نكون قدمنا لحضراتكم حاجة مفيدة تنال اعجابكم ولو اعجابكم الفيديو لايك للفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته